موسيقى السلام عليكم و بحبا بكم في قناتكم عالم الخبز اليوم تبتلكم وصفة قمة لشهر رمضان الكارين بحول الله هذه الوصفة عبارة عن كاكب الفرمات نقدموه مع الشربة ولا الحريرة سهل التحضير و شكل وراقي كما راكم تشوفو والبنة روعة ننصحكم باش تجربوها هاي حان نقسم معاكم واحدة هاوليك شوفوش حال الطريق وخفيف الداخل هاوليك و لا عجبتكم الوصفة معليكم غير تشاركونا و دينو الناجم الوصفة نحتاجوا كاس حليب دافي كاس ما دافي مغرفة كبيرة تعزبتها ديبة حبا بيت مغرفة كبيرة خل مغرفة كبيرة خميرة مغرفة كبيرة السكر جب المبشور و الملح و الفارنة بشكل الملعجينة و لتزيين هنا قمت بخلطة جنجلان و هذه الخلطة نفعلها بعدها مغرفة كبيرة حصل مغرفة كبيرة تعلمة و مغرفة صغيرة تعرفها كبيرة نبدأ بسم الله نفرغوا كاس حليب كاس تعلمة كاس تعلمة كاس تعلمة السكر و الخميرة ثم نضيف نضيف حبا في البيض ثم نضيف ثم نضيف زبطة و غرفة نضيف مغرفة الزبط و زبط ثم 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 نضيف ثم ثم نسيت مكويلات كرش الزيت نضيف الفرينا نضيف الفرينا نضيف الفرينا نضيف الفرينا نضيف الفرينا بعد قمت العجينة قمت العجينة بعد قمت العجينة 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 سنحلها شيئا بيدنا سنحلها شيئا بيدنا سنحلها شيئا بيدنا سنحلها 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 في الواسط لكي نغلقها لا يجب أن يخرجنا هذا الفرماج سنحلها ثلاثة سنحلها سنحلها نضيف الثانية نضيف الثانية نستويلها كما أخذها نضيف الثانية نضيف الثانية نضيف الثانية ش Jung ساعد البقاء نضيف الثانية نضيف الثانية سوف نلسقه هنا نلسقه هنا و نلسقه يد تروح و يد بالكامت خار يد الأيامين و يد الأيام و يد الأيام كما يقدرون بوزن. فأخر لكم نديكم طريقة اخرى شاهدتها كما احبتم لا تنفذون العجينة كما احبتها هذه 5 دورين كاك والنغذة لماذا لا يوجد فرومج غابي كيف يستعمل فرومج بوضع يقطع بك الداخل انظروا كيف كيف يستعمل خلطت احبتها لغترم فرومج قصة ملتر الآن نضيف هذه الخلطة التي أخبرتكم من قبل مغير فاسل مغير فاما و مغير فاما و مغير فاصغيرة نحن نخلطها بسبب قعدة مغير فارينة نحن نخلطها نحن نخلطها و مغير فارينة نحن نخلطها بسبب قعدة أفضل المنطقة نحن نخلطها من خلطها نحن نخلطها من خلطها نحن نخلط نحن نخلطها نحن نخلطها هذا الكعك مع الشربة والحريرة و مغير فارينة و مغير فارينة و مغير فارينة بعد أن أجلت كامل بالخلطة التي أخبرتكم لله من المنطقة التي يجبها المطبخة سوف نقوم بحش لماذا أحبت الزيت؟ هذا هو اختياري على حسب العائلة لماذا أحبت ثم ندخلهم من فوق على 120 درجة ثم نضيف الكاك هذه الصورة هذه الصورة تتكلم عن نفسها هذه الأشكال كما قمنا بخبزات وهذا الكعك الكبير تتكلم عن نفسها 100 قرم و هذه الصورة تتكلم عن نفسها 70 قرم و تتكلم عن نفسها و تتكلم عن نفسها و تتكلم عن نفسها و إذا أعجبتكم الوصفة اشتركوا في القناة ولا تتكلم عن نفسها تتكلم عن نفسها